وزارة الداخلية علنت النهاردة القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي بعد 230 يوم من هربه تم نقل العدلي إلى محكمة جنوب القاهرة في زنهم للمثول أمام نيابة وسط القاهرة العدلي وصل إلى نيابة في سيارة خاصة وسط تشديدات أمنية بعدما كان صدر له قرار بالقبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنات القاهرة بسجنه سبع سنوات بتهمة الاستلاء على المال العام بعد رفض الاستشكال اللي تقدم به دفاع وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم